موسيقى مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع موارا الأحداث حالة النهاردة الجمعة 19 فبراير 2021 كل سنة وحياتكم طيبين إن شاء الله الأسبوع القادم هيكون بدء صوم يونان الاتنين والثلاث والأربع كل سنة وحضراتكم طيبين وبعدها بحوالي أسبوعين بيكون الصوم الكبير صوم يونان بيعتبر تلات يام استعداد وطبعا كلنا فاكرين قصة يونان وبتلاع الحوت له بتبقى فيه طبعا هذه الأيام بتكون أيام بركة للجميع كل سنة وحضراتكم طيبين مازالت فعليات أحياء الزكرة السادسة لشهداء مصر في ليبيا والحقيقة إنه فيه اهتمام كبير ولأول مرة كان فيه اجتماع الرؤساء الكنائس العالمية لإحياء هذه الزكرة عقد رؤساء الكنائس العالمية اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس ضم قدسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وقدسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية باتراريك الكرازا المركوسية وأيضا جاستن والبي رئيس أساقفة جانتور بيري والمطران مونير حنة رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسكفية الأنجليكانية والأنباء أنجيلوس أسكف لندن ولورد ألتون من مجلس اللوردات البريطاني وفيوانا براوس المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا للحريات الدينية كل هؤلاء اجتمعوا لإحياء الزكرة السادسة لشهداء ليبيا اللي تم طبعا زبحوهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 وكان وقت تبس الفيديو هو 15 فبراير عشان كده إحنا بنحتفل في هذا التوقيت ويمكن برضو عرضنا على حضراتكم محتوى الكلمة اللي كان ألقاها البابا فرانسيس وقد إيه كانت كلمة جميلة وكان بيعتمد فيها على التحية لأمهات الشهداء اللي بالفعل قدروا أن هم يربوا أولادهم هذه التربية المسيحية الحقيقية والشهد العالم كله بقوة إيمانهم وعدم تنازلهم عن الإيمان المسيحي تحت تهديد السلاح وتحت أي تهديدات لأنهم كانوا فترة طويلة كانوا بيتعذبوا قبل ما تتم وقعت بس هذا الفيديو وإحنا بنشكر داعش من كل قلوبنا أنهم وروا هذه العظمة لإيمان كل هؤلاء والبابا فرانسيس قال عنهم أن هم قدسين لكل الكنائس لكل التواقف عشان كده الاجتماع كان زي ما حضراتكم شايفين جامع كل التواقف وهم فعلا قدسين للإيمان المسيحي بينا لنا قوة الإيمان المسيحي نعيما لهم بالملكوت ويعني بنحي أسرهم أيضا من خلال برنامجنا وطبعا بنقول لهم أن احنا كلنا سنظل نذكر هؤلاء الشهداء شهداء العصر الحديث شهداء مصر في ليبيا بنتابع أيضا معاكم موضوع اختفاء الفتيات الكبتيات وكل يوم بتطلع لنا دلوقتي حالة جديدة الحياة النهاردة معانا حالتين اختفاء جداد معانا دينا وحيد 18 سنة من بني سويف اختفت يوم السبت 13 فبراير ومازالت مختفية حتى الآن أسرتها قاموا بتحرير محضر تغيب رقم 867 إداري باندر بني سويف تصريحات أتت على لسان القصة أرمية عبدو مسؤول فيه كنيسة بني سويف الحياة هو بيأكد أن الجهات الأمنية بتبزل جهود كبيرة لإعادة الفتاة في أقرب وقت ممكن وأكد أيضا أن نيافة الحبر الجليل الأنبى غبريال أسكف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس يتابع الموضوع بدقة منذ اختفاء الفتاة وكلنا بنصلي طبعا أنه ربنا يرجعها لأسرتها في أسرع وقته بألف سلامة الفتاة دينا وحيد 18 سنة من بني سويف عندنا أيضا فتاة أخرى اسمها إنجي سامي تأي إنجي من أبو أرقاص محافظة المينيا قرية منسافيس متغيبة من يوم الخميس الماضي 11 فبراير 2021 وبرضو ما فيش أي أخبار عنها حتى الآن أسرتها كتبوا نداء على مواقع التواصل الاجتماعي أي حد يعرف عنها أي حاجة وكتبوا رقم الهاتف بتاعها حد من أسرتها علشان برضو أي حد يعرف عنها أي معلومات يتصل بيهم وأيضا بنصلي من أجل عودة إنجي سامي تأي إلى أسرتها برضو في إطالة متابعتنا طبعا بنصلي من أجل عودة مارتينا مناع ناجح مارتينا مختفية من يوم 8 فبراير وكنا عرضنا عليكم أيضا مقاطع لإستغاثة والدها وبكاء والدتها الحلقة اللي فاتت ما ننساش برضو كمان ماريم عيسى عندها 20 سنة مختفية من يوم 3 يناير ولم تعود حتى الآن وطبعا بنشكر ربنا لكل الفتيات على كل الفتيات اللي عادوا ما زلنا برضو بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي لما بنعلن عن أي اختفاء أو عودة فتاة الكلام اللي بيتقال دايما أنت كل شوية تعود وتعلنوا عن فتيات مختفيات ولما الفتاة بترجع تقول نشكر ربنا من غير أي تفاصيل بنأكد عليكم أنه أي تفاصيل عشان تتقال لازم تتقال من خلال الأسرة وبنأكد عليكم برضو أن ما فيش أسرة هتستنجد أو هتعمل نداء لأنه بنتهم غايبة ومش هنتعطف معيها لأنه زي ما قلنا المسيح دور على سابقه 99 وراح يبحث عن الخروف الدار فإحنا كمسيحيين لازم يكون ده يعني طبعنا ولازم يكون تفاعلنا فرحا مع الفرحين وبكاءا مع الباكين الناس تقولك تمنتوا تقولولنا القصة عشان نخلي بالنا على بناتنا الكلام ده بعيد وبقراره مرة تانية لأنه واضح أن مش كل الناس بتحضركم للحلقات يا جماعة بنقول لحضراتكم من غير ما تعرف أي قصة فيه توقعات أي توقعات أنت بتتوقعها لاختفاء البنت والعودتها والظروف اللي قدت لاختفاءها حديدك خلي بالك من بنتك اشبعها بالحب والحنان خلي بالك من زوجتك ما تتعاملش معها بقصوة حافظ على قصرتك المواضيع دي كلها أعتقد بنقولها دايما يعني مش عايزة مش عايزة نحن كل مرة نقعد تكرر فيها النفس الشبعانة تدوس العسل لو أنت أشبعت بنتك حنان وحب وكنت مريحة مش تبصل أي حاجة أبدا ولا هتختفي عن بيتك برضو فيه اختفاءات بتبقى نتيجة لعلاقات مع شباب فيه اختفاءات نتيجة لأنه في زروف عائلية فيه اختفاءات الأسباب تعددت ومش لازم نسمع نعرف كل قصة كل واحدة الفكرة كلها خلاص أعتقد الفكرة تكونت عندنا كلنا جميعا أنه من فضلكم فيه ما يسمى إغواء بس اللي بيحصل إيه أنه فيه زئب حق يعني زئب بيحوم حول فريسة إحنا كلنا المسيح قالنا كده يعني أنتو حملان وسط زئاب فدي طبيعي حتى في كل إيماننا المسيحي مش بس في قصص البنات فلو حضراتكم ما خلتوش بالكم من بيوتكم وبناتكم وأثاركم كلهم مش حتى مش من فكرة الاختفاء والضياع من إن بالجسد يعني لكن في بعض الاختفاءات كمان اللي بتبقى بالروح أنك أنت تبقى مسيحي بالكلام كده من غير ما أنت بتكون فعلا ليك علاقة حية مع ربنا فكل دي أنواع من أنواع البعد عن المسيح وحضن المسيح نتمنى من كل قلوبنا كل فتاة تعود بألف سلامة وكل سيدة تعود بألف سلامة لأسرتها أيا كانت ظروف وملابسات هذه الاختفاءات بنفرة من كل قلوبنا كأن فعلا يعني بجد حد من أسرتنا كان مختفي ورجع زي ما المسيح كده كان فيه خروف ضال ورجع ربنا يا رب يعني يخلينا كلنا يكون عندنا يعني هذا يعني زي ما بنقول كده هذا التفاعل والصلاة ونصلي بكل قوة فعلا من أجل عودة هؤلاء الفتيات عندنا برضو القصص اللي هي بتنتج بقى عن أنه فتاة بتروح أو سيدة وتتحول للإسلام ويكون عندها أطفال والمشكلة دي محتاجة حل محتاجة وقفة لأنه بعد ما احنا كنا تكلمنا عن جوسيانا ومشكلتها وقد ايه والدها يعني كان بيعاني وفي نفس الوقت جوسيانا قعدت ثلاث سنين بعيدة عن أمها وبعدين تيجي أمها بعد ما تحولت للإسلام وتاخدها كده يعني فبنتكلم برضو عن وقع تاني طبعا بنصلي ومتابعين الحياة زمالنا في العداد متابعين مع الأستاذ مخايل عزت وهو طبعا رفع دعوة لضم بنته على اعتبار أنها تركتها الأمة وأنه المفروض أن هي تكون مع والدها فبنصلي من أجل جوسيانا لقينا وقع تانية برضو في بعض المواقع التواصل الاجتماعي تدولة صور لفتاة كان اسمها دينا عبد المسيح ولما بقت مسلمة بق اسمها دينا محمود وهذه الفتاة أخدت معاها بنتها ابنها عفوا وبعد ما غيرت ديانتها للإسلام أخدت ابنها معاها وغيرت برضو ديانته والموقف ده طبعا برضو موقف صعب جدا الولد مولود مع أسرة مسيحية متعمد مسيحي أنه برضو هالمعنى تحويل الأم لديانة أخرى أنه دلوقتي تجبر يعني ده نوع من أنواع إجبار الأطفال في هذا السن وفي هذا العمر المجرد وأنه أي احترف من الأطراف تحول للإسلام بيحول معاه الإبنة أو الإبنة سواء كانت أم أو أب يعني يمكن بعض الناس قال لك أقص للأب هو اللي ليه الوصاية أو هو اللي ليه وهو اللي حامل الإبن حامل أو البنت حامل اسمه طب إحنا بنشوف الكلام ده في موضوع السيدات بغض النظر عن القصة مين اللي يتحول أم أو أب لكن الموضوع ده أعتقد محتاج تقنين محتاج يتوضيع له حد لأنه بقي موضوع فاق الوصف يعني ربنا يكون مع الأسر دي لأنه بتبقى زي ما أقول لحضراتكم وفي نفس الوقت الأطفال دول بينزلموا بصراحة أنه مجرد شخص من الطرفين أو زوج أو زوجة أخذ هذا القرار بيكبر يعتبر إجبار للطفل في هذا السن وما بيدلوش حتى فرصة أنه بعد كده يختار لأنه لما بيتربى مع الأسرة أين كانت ديانتها طبعا بيكبر على هذا الأمر وبتكون في عواقب كتير لهذه الأمور مش عارفة إزاي يعني وأي شكل نقدر به أنه يعني يبعد الأطفال عن الأمور اللي بتحصل دي كلها ربنا يا رب يرحمنا بالنسبة برضو لقدسة البابا توادرس كان الحقيقة بيأكد على موضوع تربية الأبناء بأنه مهم جدا التربية الحقيقة في البيت وفي الكنيسة وأن إحنا في المجتمع كله نحاول ناخد بالنا من أولادنا فالبابا توادرس كان بيقول أنه ربه أبنائكم على الشبع والصبر والقناعة تربية الشبع وضرورة الاستغناء عن الأمور غير الضرورية وتقليل الاستهلاك في الأمور غير المجدية نربي أبنائنا على فكرة القناعة لأنه برضو للأسف فيه ظروف كتير من الملابسات اللي بيحصل فيها اختفاءات وتغيير ديانة والكلام ده كله بتكون فيه أمور ليها علاقة برضو بالماديات بأمور ما فيش فيها رضا عن الحياة اللي إحنا فيها ما فيهاش احتمال وقوة يعني فيه أمور كتير لو إحنا فعلا أخدنا بالنا من تربية الأولاد وهم صغيرين على القيم والمبادئ وعلى فضيلة الصبر وعلى إن إحنا عندنا قناعة وردة أعتقد ده هيفرق كتير قوي البابا بيقول برضو إنه موضوع فضيلة الصبر دي بيفتقدها العالم بسبب التطور التكنولوجي اللي بيشهده العالم حلقين محتاجين نحاول نوازن في تربية أولادنا عشان فعلا ما ندفعش تمن غالي بعد كده ودايما بتبقى المشكلة من البداية هي التربية والبيت والظروف المحيطة بأولادنا ربنا يحمي كل أولادنا أما فيه بالنسبة لهولندا كان فيه اجتماع لمجمع كهنة هولندا بحضور نيافة الأنبى أرساني وبدأ اليوم بالقداس الإلهي الاجتماع كان استعرض الأمور الرعوية داخل الإبارشية وكان فيه برضو رد على استفسارات كانت مقدمة من الأباء الكهنة تخص نواحي الرعاية والخدمة وده الحقيقة يا جماعة بيحصل مش بس يمكن الخبر معنا عن هولندا لكن كتير جدا من الإبارشيات بشكل دوري بيكون منهم إبارشية لوس أنجلس وكل الإبارشيات تقريبا بيبقوا حارسين أنهم يكون فيه اجتماعات دورية عشان ينقشوا فيها كل النواحي بالنسبة لخدمة الرعاية والخدمة في كل إبارشية موضوع أثار جدل على مواقع تواصل الاجتماعي الحقيقة وهو موضوع أنه فيه كهن بيقترح إطلاق اسم الرئيس السيسي على العاصمة الإدارية الجديدة قالك زي موضوع الإسماعيلية وبور سعيد كده فالقسم كاريوس فهيم قال في المبادرة دي أن أنا بقترح إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على العاصمة الإدارية الجديدة وده علشان مجهوداته اللي بيقوم بيها للشعب المصري وإن ده يعتبر وفاء من الشعب المصري لكل ما يقوم به الرئيس السيسي وقالك زي ما حصل كده من إطلاق اسمه بور سعيد والإسماعيلية وبور توفيق وبور فؤاد فيريت أنه يكون يسرني المطالبة بإطلاق اسم أسيسية الإدارية بدلا من العاصمة الإدارية وبيقول أنه تقدم باقتراحه منذ أسابيع قليلة لإحدى الجهات المعنية طبعا فيه ردود فعل كانت كتيرة حول هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني لا تعليق نروح لأيضا بوفاة اللواء نبيل لقى بيباوي ونبيل لقى بيباوي كان كثيرا ما كان يسير الجدل وأيضا هو كان أول كبت يحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية أعلنت أسرته عن رحيله بعد رحلة عطاء طويلة وقيمت صلوات الجنازة في كنيسة ماري مرقص بكيلو باترا بنقدم عزقنا لكل أسرته وكل محبي بالنسبة للموضوع اللي احنا فتحناه مع حضراتكم برضو الحلقة اللي فاتت عن ما تم تداوله بالنسبة لأنه كان فيه فكرة بأنه يتم إلغاء تدريس الآيات الكرآنية والأحاديث اللي بتبقى موجودة في اللغة العربية أو كتب التاريخ ولكن الحقيقة بعد انتشار هذا الأمر ردت كان هناك رد رسمي من الحكومة واعتبرت أن هذا الأمر هو شائعة والمركز الإعلامي المجلس الوزراء قالوا أنه هو تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات الكرآنية والأحاديث طلب المدارس طبعا قلت لحضراتكم برضو أنه الخبر كان منتشر على مواقع كثيرة جدا كانت بتدين السيسي وتدين الحكومة المصرية وإزاي وإيه اللي بيحصل ده طبعا احنا كنا عندنا أمل أن تكون ده موضوع فعلا حقيقي ولكن وزارة لكن الحكومة قالت أن ده من الشائعات اللي انتشرت هذا الأمر غير صحيح عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محد شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة وهتمام بالدين أمش عارف حضرتك يعني هو دلوقتي ده تشكيك لاهتمام الدولة بالدين ليه؟ ما أنت المفروض أن أنت عندك بالنسبة لموضوع الدين عندك بتعترف وبيعترف الإسلام أو القرآن يعني بالمسيحية بالإسلام والمسيحية واليهودية وإنت عندك الاعتراف بالتلات الديانات دي فليه فكرة أن أنت بتجبر ليه طيب يعني ما بتحطش طبقايات مسيحية أو أي حاجة من العهد القديم برضو كأمور يهودية فالفكرة أنه ليه اعتبرتوها كده؟ ليه ردختوا لكل الكلام الاتهامات اللي كانت بتتوجه ليكم؟ وليه برضو ملتزمين بقصة أنه فكرة المادة التانية اللي احنا للأسف وكان لسه تتكلم عنها يعني برضو كتير من المثقفين على موضوع المادة التانية هي سبب مشاكل كتير وسبب أيضا تفرقة وعنصرية بين طرفي الأمة لو أنتوا بتتكلموا عن طرفي الأمة المسيحيين والمسلمين يعني فأعتقد إحنا كان عندنا أمل ولكن من الواضح كده أنه طالما المادة التانية دي موجودة وطالما المادة التانية دي اللي بتحكم كل الأمور أعتقد أنه مفيش أمل في أنه يكون إحنا بنتكلم دراسة لغة عربية دراسة تاريخ ما هياش محتاجة أن يكون فيه آيات وأن أنت عندك الدين وتدريس الدين وده أمر يعني المفترض أنه معلينة هو قالك يعني أنه تدريس الآيات والأحديث في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية إزاي؟ عدم التعصب والوسطية إزاي؟ وإنت بتجبر مسيحي أنه هو يدرس الآيات دي ويحفظها بتشكلها ويجيله فيها امتحانات وهذه الأمور يعني فكلامكم مناقض بعض الحقيقة وكان يعني أو يعني كنا عندنا تشكك ولكن قلنا ليه لا يمكن عهد جديد يمكن بداية جديدة ولكن سيظل الأمر كما هو عليه وستظل المادة التانية هي أنه الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية هي اللي بتحكم مصر في أمور كثيرة ربنا رحمنا أما الإضطهاد المستمر المسيحي العالم 16 قتيل وحرك كنيسة كاثوليكية على يد إسلامين متشددين في جمهورية الكونغو وكانت غارة شنتها جماعة إسلامية متطرفة أسفرت عن مقتل 13 مدني وثلاثة جنود فضلا عن إحراق كنيسة كاثوليكية والحادث ده حصل صباح الأحد الماضي في مقاطعة إيتوري شمال شرق الجمهورية الكونغو الديمقراطية ربنا يرحم المسيحيين في كل العالم ما زالت ما زال المسيحيين بيعانوا من اضطهاد في أماكن كثيرة وخصوصا في أماكن كثيرة من أفريقيا ربنا يا رب يرحم الجميع ويعزي كل أسر هؤلاء الشهداء أيضا هناك موضوع تم إسارته عن موضوع القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار فقيل أنه فيه آلاف لأنه الموضوع ده مش بيتم في أماكن كثيرة لكن عندنا دولتين بلجيكا وهولندا من الدول الأوروبية اللي بتسمح بهذه الأمور وحصل يعني شوية إحصائيات كده فلاقوا أنه فيه آلاف الأشخاص لقوا حطفهم بسبب القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار منذ أن تم تقنينه في هولندا وبلجيكا واتقال أنه الكلام ده من عام 2002 على الرغم من بلجيكا ذهبت إلى أبعد من ذلك في السمح للأطفال والأشخاص اللي بيعانوا من حالات نفسية بأنهم ما يكونوا مؤهلين لذلك طبعا الأمر ده صعب جدا أنك انت حتى تسمح لأطفال وقصة موضوع القتل الرحيم وأنه شخص يكون زهق من حياته أو تعبان بمرض معين يروح لأحد المستشفيات ويقولك بيموت كده إحنا بيا جماعة بدل ما يفضل يعاني وهو بيكون الشخص ده هو اللي قرر أو أسرته اللي حواليه يعني فيه ليها كده شوية أمور ولكن بصراحة دي بتعتبر حاجة صعبة جدا بالنسبة للبابا فرانسيس زي ما حضراتكم عارفين أنه هو المفروض أنه هو فيه استعدادات دلوقتي أنه هيكون فيه زيارة إن شاء الله مرتقبة الفترة اللي جاية هتكون للعراق وهناك ترتيبات كثيرة وتجهيزات أمنية ويقيل أيضا أنه هيكون فيه برضو لقاءات مع القيادات واستعدادات في العراق استعدادات كبيرة جدا من اجتماعات وتجهيزات لاستقبال قدسة البابا فرانسيس في شهر مارس إن شاء الله موجة التقس السيء اللي بتدرب مش بس مصر ولكن دول كثيرة حول العالم ما زالت مستمرة لو حبينا نتكلم عن مصر هنلاقي إنه برضو الأرصاد بتحاول إن هي تتابع معاكو كل التطورات بالنسبة لحالة الجو تقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة تسعة الأجواء برضو الجو ده بيتسبب في مشاكل كتير يا جماعة زي ما بنقول اللي ما فيش ضرورة إن هو ينزل أو يستخدم مثلا يخت أو سفن أو مراكب يريد برضو يبعد عن ده لأنه بسبب الرياح برضو أمام الجزيرة الخضراء بفرع رشيد انقلب يخت النهاردة والحقيقة برضو بيقولوا الحمد لله ما فيش إصابات ولكن برضو الأمر طبعا بيكون صعب في مثل هذه الأجواء بنتمنى أنه يكون فيه حرص أكتر من كده شوي كان فيه برضو حادث عن حادث انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء والحافلة دي كانت جاية من شرم الشيخ لمحافظة القاهرة انقلبت بالقرب من منطقة حمام فرعون وأوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة أنه لما يعني تم الدفع بعربات إصعاف وتم نقل المصابين البالغ عددهم واحد وعشرين لمستشفى أبورديس المركزي وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم ربنا برضو يحافظ على الجميع بتبقى فيه شبورة وبتبقى فيه أمور صعبة برضو في الجو ده بنتمنى الكل يلتزم بالسرعة المحددة أو كمان أقل من السرعة لحفاق يعني عشان يحافظ على الأرواح اللي معاه كان فيه برضو من يومين حادث فيه طريق أبو سيمبل أسوان وقدى إلى مصرع أربعة وإصابة ستة واربعين بينهم تسع أطفال وده حصل نتيجة الاستضام بسيارة إسمنت مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى اللي هو الأوتوبيس عفوا وكان فيه طريق أبو سيمبل الدولي جنوب محافظة أسوان ده كان في الساعات الأولى من صباح الخميس وتحديدا الكيلو مية وحصل برضو زي ما حضراتكم شايفين مصرع أربعة وإصابة ستة واربعين من بينهم أطفال ربنا يعزي أسر التوفو نتيجة لهذا الحادث وأيضا ربنا يمد إيده بالنسبة لأيضا شفاء كل المصابين برضو فيه بالنسبة للحاجات اللي بتحصل من سقوط أعمدة أو شاجر أو الحاجات دي كلها مازلت برضو مستمرة وسقط 22 عمود وبرج كهربائي في مناطق بتفرقة بمحافظة مطروح وكان فيه برضو 14 برج لخطوط دقل كهرباء جهد متوسط بقرية رأس الحكمة وكل دي وخمس أعمدة خطوط كهرباء يعني هما التوتل بتاعهم 22 عمود وبرج كهربائي بس ما تقلش برضو عن أي حاجة ليها علاقة بإصابات بشرية ربنا يسترها يا رب على الجميع كان فيه برضو جاموسة كانت نفقت أو يعني أو ميتت بسبب برضو موضوع الماز كهربائي حصل في الأليوبية ومحافظة الأليوبية قالت إن هي هتعود صاحب هذه الجاموسة علشان إن هو برضو ده رزقه أو أكل عيشه فدي برضو لفتة طبعا طيبة بقول لحضراتكم برضو خلي بالكم من فضلكم لأنه لسه برضو ما تمش وتابعوا الأرصاد وأنه برضو خدوا بالكم من موضوع الأجواء في أماكن كتير ولست برضو مازال حكاية أنه أمطار في اسكندرية وأمور برضو حصلة في محافظات كثيرة من محافظات مصر بالنسبة للعالم برضو 100 مليون أمريكي يعيشون أجواء قاسية متفاوتة موجة كتبية قاسية البرودة تضرب ولايات الغرب والوسط الأمريكي في الولايات المتحدة هناك مظاهر للضغوط الحقيقية على السكان ليس أقلها طقس الشتاء العنيف الذي ترك ملايين السكان في واحدة من أكثر دول العالم تقدما بلا مصدر للطاقة ففي تكساس والويزيانا وميسيسيبي وحدها ظل ثلاثة ملايين إنسان في حالة يأسم من انقطاع الكهرباء ولكن المعاناة مع هذا الظرف القطبي تتجاوز انقطاع أو نقص الإمداد بالطاقة فقد تم قطع الطرق وخلت أرفف المحلات الكبرى من المواد الغذائية صورة تتماهى مع الأوضاع في زمن الجائحة ومع ذلك تظهر أعمال ومبادرة طيبة من رحم الكوارث ألقى العلماء باللوم على الدوامة القطبية وهي نمط عادة ما يقتصر على الشمال بمثل هذه العاصفة التاريخية لكن الاحتباس الحراري كان مسؤولا جزئيا عن زيارتها لمناطق أقلا خفاضا لتحل غير مرحب بها طبعا وضع صعب جدا ويمكن برضو إيلان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارة الكهربائية تيسلا كان دخل على الخط وانتقد مشاغل الشبكة الكهربائية في تيكسس وسط أزمة انقطاع كهرباء تاريخية والحقيقة برضو على الجانب الآخر عدد من مالكي سيارات تيسلا قالوا ان هما ناموا في السيارات للتدفئة فيه نظام معمول بيف في العربيات التيسلا انك انت ممكن حتى وهي مقفولة وانت بعيد عنها او انك انت تحافظ على درجة الحرارة الموجودة فيها سواء درجة حرارة بردة او درجة حرارة تكون للتدفئة وان ده ما بياخدش كتير من البطارية بتاعتها عشان كده ناس كتير من اللي هما عندهم العربيات التيسلا الحقيقة قدوا ليلتهم في العربيات علشان خاطر الكهرباء المقطوعة وان هما متجمدين جوه بيوتهم ففضلوا ان هما يشغلوا التدفئة الموجودة في العربية ويباتوا جواها فقد ايه وصل الامر لهذا الشكل يعني عشان كده ايلون ماسك لما عرف ده وجه الحقيقة لوم كبير جدا لشركة ايركوت اللي هي الشركة المسؤولة عن مشغل شبكة الكهرباء مش بس كده كمان في انتقادات شديدة طالت تيد كروز السناتر الامريكي المفروض مسؤول عن تيكسس وقال لك اتعرف ان هو ساب تيكسس من الجو الصعب اللي هو فيها وراح هو واسرته يقضوا وقت الازمة دي في المكسيك وطبعا الناس كتير انتقدت هذا الاداء وان هو مش بيتفاعل معاهم مش موجود معاهم في الازمة هو قال ان هو راح للمكسيك عشان خاطر بنته اشتاكت من البرد الشديد ولكن بعد كده قرر ان هو يرجع لتيكسس واعترف بانه كان غلطان وبدأ يأكد على الناس ان هما يفضلوا في منازلهم مع افراد عائلتهم وانه ما يكونش فيه مخاطرة بالسفر في ظل برضو انتشار وباء كورونا وطبعا دي برضو كلها كانت من الحاجات اللي زي بقول لحضراتكم برضو اللي وجهت لي ان انت زي بتسافر كمان في ظل هذه الجائحة جائحة كورونا اللي اشتدت بسبب برضو انخفاض درجات الحرارة الحاجة دي برضو كانت من الحاجات اللي صعبة انه اماكن كتير في امريكا كانت بتعاني لكن على يعني زي بنقول على النطاق اخر كان في الدول العربية بقى كانت فيه ناس فرحانة جدا بالتلج وانه زائر ابيض زارهم في اماكن ما كانوش بيشوفوا كم التلج ده قبل كده فمسلا مدينة القدس ومناطق في الدفة الغربية وخرجوا الناس مع اولادهم فرحانين طبعا بموضوع التلج ده كله وعملوا منه اشكال وكان منتهى السعادة برضو كانت سموا موضوع سموا الزائر الابيض ده بعصفة جايس ووصلت للبنان وسوريا وشمال السعودية فطبعا من اردو زي ما قلتلكم يمكن لبنان والاردن متعودين شوية على المناظر دي وسوريا لكن اللي لفت النظر انه كان فيه حد نزل فيديو لجمال في الصحراء الجمال المعروف عنها طبعا انها سفينة الصحراء وعلى دهرها سلوج وده كان فيه تبوك في السعودية فبرضو كان يعني كله قالك سبحان الله انه يعني الصحراء تتحول لهذا اللون الابيض برضو قلنا لكم ليبيا لأول مرة وتم ايضا رصد فيديوهات كتير كل دول من ليبيا فرحانين برضو بانه يجالهم التلج لأول مرة وسعادة كبيرة جدا وكتير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي نزلوا فيديوهات فرحانين باللي بيحصل لكن الحقيقة فرحة ما تمت جالنا بيل جيتس علشان يقول لنا يا جماعة فيه خطر اكبر من على البشرية بعد فيروس كورونا يا ترى ايه هو الخطر الاكبر الخطر الاكبر اللي لفت النظر لي بيل جيتس مش فيروس تاني لا ده هو قال التحديات اللي هيواجهها العالم بعد القضاء على فيروس او على وباء كورونا هو موضوع المناخ التغيير المناء المناخي والحروب البيولوجية انتوا زي ما انتوا شايفين التغيير المناخي لدرجة ان الدول ما كانش بيجي لها التلج خالص جالها التلج لكن ما كانش بالكسافة دي جالها تكساس برضو معروفا في امريكا من هي الولايات الحر فان كون يحصل التغيرات دي كلها الحقيقة دقنا قص الخطر وناس برضو فتكرت له انه من حوالي خمس سنين تقريبا برضو بيل جيتس كان بيحذر من موضوع هذا الوباء فيروس كورونا عشان كده قالك لازم ناخد بالنا من كل حاجة بيقولها الراجل ده مش قصص بقى المؤامرات والشريحة والكلام الغريب اللي كانت الناس بتتدولوا في موضوع الفاكسينات لا الراجل ده بيتكلم على دراسات وعلى امور يعني بيشوفها برؤية برضو جروبات كتير بيشرف عليها وناس كتير بتشتغل معها فقالك انه دلوقتي بيل جيتس بيقول انه حصل تنامي لحجم الغازات الدفيقة اللي بتؤثر على الغلاف الجوي وده بيحصل بشكل سنوي كل سنة بيحصل زيادة وقال انه ضرورة ايقاف تلك الانبعاثات للحيلولة دون هلاك الارض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري واللي احنا شايفينه ده كله من تغيير الاجواء ويمكن حضراتكم فاكرين انه كان الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعني كان ترك أو يعني خرج من اتفاقية باريس للمناخ وده اعلن عنه بشكل رسمي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو جتورش وقال ان دي لحظة مهمة في تعزيز العمل العالمي في حماية البيئة من التغيرات المناخية ربنا يسهل ونشوف برضو يكون فيه فعلا يعني ان تكاتف الدول علشان ما يعنيش العالم كله من موضوع تغيير المناخ وانه ده يكون الخطر الصعب اللي ما نقدرش نواقه كمان فيه برضو بركان في سقالية بايطاليا ارتفعت دخان لأكتر من كيلو متر وده كان مساء السلساء الماضي وبرضو دي كلها بتأتي طبعا ان احنا عندنا موضوع بركين وكان فيه برضو اعلان عن زلازل وكان بيقول فيه زلزال كده حصل تقريبا بسيط في مصر عموما احنا زي ما احنا شايفين فيه تغيرات كثيرة كثيرة وامور طبيعية كثيرة ربنا يا رب يحمي الجميع وخلوا بالكم الاجواء البرد دي في كل مكان واللي ما فيش ضرورة انه يخرج ارجوكو يلتزم في البيت وخصوصا في الولايات اللي بتتعرض لهذه العاصفة السلجية القوية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية اليومين اللي فاتوا بقى في مصر كان عندنا كده ترند هو تامر امين تامر امين طبعا ما ليه يا جماعة الاول الموضوع ابتدى بانه الرئيس السيسي لو انتوا فاكرين كان بيحذر من الزيادة السكانية وبيحاول برضو كان بيوجه للناس كده نداء انه يا جماعة من فضلكم حاولوا ان انتوا تلتزموا بموضوع تحديد الناس لو كفاية اوي اتنين في كل اسرة وانه كده انتوا لما بتزودوا الزيادة السكانية دي بتحملوا انفسكم وتحملوا الدولة فوق طائطة موضوع مهم اوي 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 ومن فضلكم يعني يعني ساعدونا فيه ونتفهموا كويس اوي واهلنا في الريف واهلنا في الحضر واهلنا في كل مكان صدقني اكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدا بعد سمعت الكلام كتير من فترة كده لك احمل قوانين قوانين يعني ايه حد دوتا فقلت لهم لأ وحتى الكلام دي تطلع في الاعلام قالك انتم في المداخلة اللي انا عملتها وقلت لأ مش كل الامور ممكن تتعمل بحدة لكن تتعمل ببرنامج احنا شغالين على البرنامج ده وزي ما الدكتور قالت كده ان احنا هنوفر الخدمات المطلوبة لهذا الموضوع بدون تكاليف لكن الارادة ارادتنا احنا كناس كشباب وشابات في متزوجين طبعا هو كان بيشير للمداخلة اللي كانت مع عمر قديب لما قالك انه الناس بالطالبني بتقولك مش لقين نوكل عيالنا طب هما بيجيبوا كل العيال دي وهم لما جم يجيبوا العيال دي كلها محسبوش الحزبة فبدأت طبعا انتقاضات تانت وجهت للرئيس استيسي وقال له انت بتقول ايه ده احنا كل طفل بيجي برزقه ومش معقول الكلام اللي انت بتقوله فالحقيقة قبل موضوع تامر امين برضو الافتاء دخلت على الخط وقالت ان تنظيم النسل من الاسلام علق الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء على هاشتاج دار الافتاء عبر تويتر تنظيم النسل جائز واكد ان تنظيم النسل هو من الاسلام وانه ده لا يتعارض مع شرع الله وان الصحابة كانوا بيعزلون بعلم الرسول لاسباب كتير منها رعاية لصحة الام وجودة الناس اللي الحفاظ عليها وانه المتشددين هم اللي بيصدروا مفاهيم زيادة الانجاب دون علم وبشكل يتعارض مع ما تقوله المؤسسة الرسمية وطبعا حصل جدل برضو على الموضوع ده لانه ناس كتير برضو قالك لا الاسلام بيشجع على انه تكاثروا وانه برضو بيؤكد موضوع كل طفل بيجي برزق لكن هو الحقيقة بالنسبة للدكتور خالد عمران قالك لا 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 كل طفل بيجي برزق دي يا جماعة دي من الحاجة جدالة وااا اقول لمن يقول ذلك اتقل لا واخذ بالاسباب تامر امين بقى حاب يجود من عنده يعني الراجل عايز برضو يعني اا يدخل في الخط كده ويؤيد الرئيس السيسي بشكل كبير كده فراح قالك ايه بقى يعني اصدر تعليق يعني صعب جدا ان هو يتقال الحقيقة فراح بقى قالك ايه قالك ده يا جماعة اللي بيحصل ده انه في الريف وفي الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا اولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم دول بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الاب والام وقالك ان ايه بقى ان الواد بيودوه ورشة والبنات بيشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات يا عنا ربيض انت يا عم انت فيه ايه ده انت بتهين القسر بتوع الريف وبتوع الصعيد ومعتبر ان الناس لما بتجيب عيال تجيب عشان الواد مش عارف يروح يوديه ورشة والبت يودوها في مصر تشتغل خدامة طبعا حصلت ضجة رهيبة جدا وردود فعل منتهى يعني القوة حول التصرحات اللي قدل بها تامر امين ولقى عاصفة من الاستياء عبر ساحات التواصل الاجتماعي وتحول الامر الى هجوم عنيف وتصدر الاعلامي الترند الاول لمحرك البحث جوجل وتويتر وده الشن رواد مستخدمه التواصل الاجتماعي هاشتاج مطالبين بمحاسب التامر امين وتقديم بلاغ ضده للنائب العام طبعا يعني وقالوله هم دول يا عم انت اصحاب الفضل عليك حساب تاني كان باسم ابراهيم قال له من رجال الصعيد الاستاذ تامر امين صليت اللسان الاعلامي تتوفر فيه شروط وتامر فقط كل شروط مهنته وهو الاداء ومخطبة الناس التعبير اللفظي اهم من كل الشهادات العلمية يعني بيقولك حتى التعبير يعني مش ممكن لقيني ولا تغديني يعني تامر امين ما بقاش عارف وبيقول ايه ده ماشي بمبدأ خالف تعرف لابد من اقاف تامر امين لانه مش اهان البنت الصادية بوجه الخصوص بل اهان رجولة ونخوت الرجل السعيدي على بناته طبعا يعني بصراحة تعليقات كتير جدا ده من بعضها من رجال السعيد الى المدعو تامر امين نسأنا وبناتنا جواهر لنقبل اهانة او الاساءة اليهم فبقيت طبعا هو ده التنم 40 ولابد من محاسب تامر امين حساب عسير بعد ما حصل كل ده بدأ بقى ايه تامر امين يرد والرد كان ليه رد الاول قال لك اسلق تطيع الكلام من مش عارف من صياقه معرفش ايه يعني نحاول ناخد جزء كده من الفيديو الاول وبعد كده لما لقى السلخ زاد عليه برضو لسه والناس بتشد عليه طبعا ما فيش فايدة يعني فيه لانه جي كحالها عماها بقى نزل فيديو تاني وان ما تزعلوش مني وجسمتكم على راسي من فوق ومش عارف ايه ناخد اجزاء بسيطة من الفيديو هين وربعات زماهي مساء الحير انا حبيت بس اعمل الفيديو ده بسرعة النهاردة كده لان انا لقيت حالة من حالات التضخيم والاستياد في الماء العكر بيحصل وفي محاولة الوقع بيني وبين المواطنين والجميع خصوص احبائبنا واهلينا واخواتنا في الصعيد والريف في السكاني والتصدي لزيادة السكانية ويحاولوا يتواروا على انبهين اهلينا في الصعيد والريف اولا قبل برحش في التفاصيل لانا ولا غيري يجرؤ يجرؤ انه يهين الصعيدة او اهلينا في الريف والفلاحين لانه انا مقتنع ان الصعيد ده شرف مصر وعزة مصر وكرامة مصر واصل مصر وكل القامات الحضارية وثقافية وانزولها على اليوتيوب لو نزلوا للفيديو الاصلي بتاع الحلقة انا بتكلم ان في فئة قليلة من اللي بتخلف تمانية وتسعة وعشر الحد دلوقتي اللي بقى هدفهم ان هم يعملوا وسيلة لكسب الرزق انهم يشحينوا ولادهم وبناتهم يشتغلوا بقى في مشاغل ويشتغلوا في مصانع ويشتغلوا في ورش ويشتغلوا في الوات بيليا ويشتغلوا في البيوت وكده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حابب ابدأ الفيديو اولا وقبل اي كلام في التفاصيل باعتذار واضح وصريح لا لابس فيه لكل اهلنا في الصعيد وفي كل مكان في مصر زعلانين مني انا لا حكابر ولا حقاوح انا من الناس اللي بتعتذر لما تحس ان الناس زعلانة منها حتى وانا كانت والله نيتي اعلمها ربنا نيتي خير وكانت الهدف المصلحة العامة انا اكتر حاجة دهيقني في الدنيا ان واحد صعيدي بس او واحدة صعيدية بس يزعلوا مني انا من اكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد واصل الصعيد ده هما صعيد مصر هو اصل مصر واللي طلع علينا كل القابات طبعا قناة النهار استجابت لمطالب الشعب مش بس الصعيدة وامرت بفتح تحقيق عاجل مع تامر امين وقالوا كده اهل الصعيد برجاله وسيداته قوام هذه الامة وبالفعل كان فيه قرار بانه يتم خصمه مرتب بشهر كامل لحين انتهاء التحقيقات ونزلوا طبعا قناة النهار كان فيه بيان من قناة النهار وبعدين المجلس الاعلى اللي بعده معلش زميلنا النهار بتفتح تحقيق وعلى موضوع الكلام اللي جيه في اخر النهار كمان الاعلى للإعلام الصورة الهيات دي دي شوفناها منذ قليل قرارة وقف برنامج الاعلامي تامر امين لحين استدعائي والتحقيق معه يوم الاحد القادم والتأكيد على ضرورة الاتزام بمدونات النشر اللي تحد على تعزيم القيم السلوكية والاخلاقية وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة أعتقد أن ده درس طبعا وبرضه دخل على الخط برلماني من الصعيد البرلماني أحمد جلال أبو الداب عدو مجلس الشيوخ وقال لتامر امين لن نقبل اعتذار وإنك أنت أسأت إساءة بالغة لأهل صعيد مصر فأعتقد أنه يعني ده درس علشان برضه هو كان الأيام اللي فاتت دي كتير قوي كان ليه فلتات كده ولكن دي كانت قوية جدا فبنتمنى طبعا أنه زي ما تقال من الحاجات الكتيرة اللي تقالت موضوع أنه يكون فيه اسلوب لائق في الكلام وما يكونش فيه الأمور اللي بتبقى ارتجالي كده يحصل منها لخبطة ضد أي فئات من فئات المجتمع ده كان موضوع اللي في مصر الموضوع التاني بقى اللي شاغل العالم كله الحقيقة وخصوصا منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة هو موضوع من دبي عن الشيخة لطيفة الشيخة لطيفة هي ابنة حاكم دبي وكان الأيام اللي فاتت هيك تحاول تهرب في 2018 وبعدين قدروا أنه هم يرجعوها لمنزل والدها حاكم دبي وبعد كده محدش عارف عنها أي حاجة لغاية ما من فترة قريبة نزلت فيديو ليها وهي في الحمام وبتقول إن ده المكان الوحيد اللي أنا أقدر أسجل فيه براحتي واللي بتقفل علي باب وأنا هافتج يعني أنا رهينة في منزل والدها طبعا الدنيا تقلبت الأمم المتحدة أصارت قضية الاحتجاز وكان برضو فيه رد فضل الأيام اللي فاتت مفيش أي رد رسمي من حكومة الإمارات إلى أن جاء الرد خلال النهاردة وهنشوف معكم التقرير بيقول إيه ونكمل اللي ما جايش في التقرير أمم المتحدة لحقوق الإنسان قال على لسان المتحدثة باسمه إنه متخوف لوضع الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقال إنه يراقب الوضع عن كثب مطالبا برد من الحكومة في دبي طلبنا إثباتا على بقائها على قيد الحياة وطلبنا مزيدا من المعلومات سنرى تطورات الوضع كانت هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية قد دعتا إلى تدخل الأمم المتحدة في قضية لطيفة وممارسة ضغوط دولية لإطلاق سراحها إثر فيديو نشرته شبكة بي بي سي البريطانية للطيفة يوم الثلاثاء تقول إنه سجل بعد عام من احتجازها وإنها حصلت عليه من أشخاص مقربين من ابنات حاكم دبي فعليا أنا رهينة لا أعلم متى سيفرج عني وبأي شروط كل يوم أشعر بالقلق على سلامتي وحياتي أخبرني عناصر الشرطة أنهم سيقتلوني إذا لم أتعاون معهم وهددوني بالبقاء في السجن طوال حياتي وزارة الخارجية الإماراتية والمكتب الإعلامي لحكومة دبي لم تقدم أي تعليق على القضية لكن الحكومة في بريطانيا التي تستضيف الزوجة السابقة لحاكم دبي الأميرة هيا بنت الحسين أعربت على لسان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه إزاء مقاطع الفيديو فيما طالب وزير الخارجية البريطاني دوميني كراب برؤية أدلة على أن الأميرة على قيد الحياة أثارت لطيفة بن محمد آل مكتوم اهتماما دوليا عام 2018 عندما نشرت مجموعة حقوقية تسجيلا مصورا لها وهي تصف محاولة هربها الفاشلة خارج دبي للجوء إلى الولايات المتحدة زي مولت لحضراتكم بعد طبعا ما كانت كل هذه المطالب ورد عبر السفارة الإماراتية في لندن ردا على التقارير الإعلامية المتعلقة بالشيخة لطيفة وقالوا في البيان أو في الرد نريد أن نشكر كل من أعربوا عن قلقهم على سلامتها على الرغم من أن التغطية التي لا تعكس بالتأكيد الموقف الفعلي أكدت العائلة أن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والمتخصصين الطبيين طبعا كان فيه ردود فعل لأنه ما كانش فيه فيديو بيأكد أنه سلامة لطيفة البيان كان مقتدب جدا وما زالت المطالبات والأمور أيضا الكل يريد التأكد بما في يوم الولايات المتحدة الأمريكية طبعا على سلامة الشيخة لطيفة والأمور اللي بتنص عليها كلها حقوق الإنسان بالنسبة لكورونا وزي مولت لحضراتكم إن احنا طبعا بنتابع معاكم والإحصائيات بالنسبة للأعداد حول العالم ولكن هنحاول نركز برضو النهاردة على الجديد في اللقاحات لأنه ده الموضوع المهم جدا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مزالت هي أكتر دولة حول العالم من حيث حالات الإصابة وحالات الوفاة وبرضو نيويورك طبعا بدأت الناس كتير تلتفت إلى أنه نيويورك طبعا كانت الأعداد اللي فيها كانت كتيرة وبدأ توجيه اللوم لحاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو في الولايات المتحدة العالم كله معلش زمنلا نشوف توتل العالم 111.164.178 حالات الوفاة 2.460.693 التعافي 86 مليون تقريبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وصل العدد لـ 28.588 مليون الهند 10.900 مليون الرابط على 11 مليون البرزيل 10 مليون تعدد لـ 10 مليون 10.81 مليون روسيا وبريطانيا 4 مليون أسبانيا 3 مليون إيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا وأرجنتين كل دول حوالي 2 مليون وكسور بالنسبة للحالات الجديدة حول الـ New Cases بالنسبة للنهاردة 335 ألف ونشوف برضو امبارح ومن يومين معلش عشان برضو بنتابع معاكم كانت امبارح قفلت 403 ألف ومن يومين كانت 398 يعني برضو إلى حد ما كده ارتفعت شوية لكن حالات الوفاة برضو لغاية دلوقتي 11.388 عفوا من يومين من بارح كانت 11.543 يعني في الـ 11.000 والنهاردة 9.000 احتمال برضو تقفل على 11.000 واعتقد أن دي برضو تعتبر نسبة قلت نسبيا يعني برضو أكتر حالات وفاة في الولايات المتحدة وتليها البرازيل بالنسبة ليه برضو في دول زي ما اتفقنا أنه الدول اللي بتحس أنه الععدات زادت بتفرض حزرة الجوال مثلا اليومين دول العراق فرضت حزرة تجول لمدة أسبوعين بسبب اتفاع الإصابات أو الإغلاق عموما بتزيد الحالات بيحصل إغلاق بتقل الحالات بتحصل الدنيا بتتفتح قليلا في حاجة بقى غريبة كانت من ضمن الدراسات اللي بتتعامل بالنسبة لموضوع فيروس كورونا ففي بقى تجربة عايزين يعملوها في بريطانيا تقضي بإصابة عدد من فيروس كورونا عمدا يعرضوهم للفيروس والتجربة دي هتشمل 17 يوم من الحجر الصحي وهيكون فيه متابعة لمدى 12 شهر مقابل الحصول على 4500 جنيه سترليني السؤال يا تارة هل ممكن حد من حضراتكم يوافق على أنه يدخل في التجربة دي أنه هو هيتعرض للفيروس ويتم متابعته لمدة سنة مقابل 4500 جنيه سترليني المهم جائحة كورونا برضو الحقيقة ما نعيدش الألاف من الهندوس أنه هم يتجمعوا يختصوا في نهر طلبا للبركة على حسب التقاليد الخاصة بهم وربنا يحمي الجميع طبعا فيه ناس بتلتزم وفيه ناس برضو يعني بتحاول أن هي تلتزم بالتقاليد أكتر من التزامها بالحجر أو بالتباعت بالنسبة لمصر الحالات الإصابة كانت مبارح 656 حالة إصابة جديدة و51 حالة وفاة دلوقتي 17633 إصابة إجمالي و10200 وحد حالة وفاة في مصر بالنسبة للكنيسة الإنجلية قررت عودة السلوات بعد تعليقها بسبب كورونا وده بعد اجتماع المجلس الإنجلي العام ورؤساء المزاهب الإنجلية في مصر برئاس الدكتور القصة أندريزاكي وكتبوا برضو الدنيا هترجع إزاي وهيكون إيه الأمور المنظمة لهذا الأمر ونرجو من الجميع برضو الإلتزام بالنسبة لرئيس الوزراء المصري كان بيتكلم برضو إنه الحكومة بتولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وإنه ده يعتبر من أولويات الحكومة وده مش خيار في ظل الجائحة ولكن ده اللي هو متبع عموما في مصر والصحة تحذر مصاب كورونا المدخن أكثر عرضة لدخول العناية والحاجة للتنفس الصناعي بالنسبة ل برضو أعلن عن إصابة وزير المالية بفيروس كورونا في مصر وبرضو متابعين الحالة الصحية اللقاحات الحقيقة إنه عداد اللي بيتلقوا اللقاحات كل يوم بتزيد ودي حاجة جميلة جدا لكن برضو مازال هناك قلق لأنه الفكرة إنه لو الدول الفقيرة ما وصلهاش اللقاح هيبقى عندنا مشكلة طبعا اللي بيحصل حاليا أو اللي حصل من منظمة الصحة العالمية وخصوصا أمريكا رجعت تاني لمنظمة الصحة العالمية زي ما رجعت لاتفاقية المناخ فكان في تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن إن أمريكا تتعهد ب2 مليار دولار لقالية كوفاكس لدعم التطعيم في الدول الفقيرة مش بس أمريكا ولكن كمان الاتحاد الأوروبي برضو أعلن عن برضو يعني قيمة مالية أيضا وإنه هو هيساهم برضو بالنسبة لموضوع كوفاكس والنهاردة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو برضو بيقول يا جماعة لازم كلنا ناخد بالنا لأنه لو الدول الفقيرة دي ما طعمتش وإحنا عايزين نطعم 70% من العالم كله عشان نقضي على هذا الوباء لو ما مدناش إيدينا للدول الفقيرة مش هينتهي الوباء وهنظر لنعاني والمعاناة هتيجي من إيه هتيجي من إنك إنت لما بتسيب الفيروس هيبتدي التحور والتحورات دي وتحور يعني وتلاقي سلالات مع بعض ديها ده هيقدي إن الفاكسينز اللي موجودة حاليا أو اللقاحات الموجودة دلوقتي مش هتأثر في التحورات دي فده يعني كل العالم دلوقتي مهتم إنه يدعم منظمة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية عشان خاطر يكون فيه تطعيم للدول الفقيرة فايزر كشفت عنه مفاجأة بشأن معضلة تخزين لقاح كورونا وقالت برضو إنه المفروض إنه قدمت بيانات لإقدارة الغذاء والدواء الـ FDA الأمريكية بتقول إن الرقاح مستمر عند تخزينه بين 15 و 25 درجة مقوية اللي هي اللي موجودة في المجمعات المجمدات الصيدلانية والتلاجات إنه في بداية نقله بس ممكن بيبقى محتاج يتنقل في حرارة وليلة قوي درجة برودة جامدة ولكن بعد كده ممكن إنه هو يتخزن فيه الدرجات المخزنات اللي هي موجودة في الصيدليات عموما بالنسبة برضو للرئيس الجزائري كان قال إنه لقاح سباطنك فيه هيتم إنتاجه محليا في الجزائر في غضون ستة أشهر كان برضو بيتكلموا عن موضوع كورونا المتحور واللقاح الصيني والتطعيم في السعودية والأردن وممكن نأجل التقرير ده الحلقة اللي جاية على اعتبار برضو نحاول نقول لحضراتكم أهم الأحداث اللي حصلت لكن في نهاية فقرة كورونا بقول لحضراتكم من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم واستمروا برضو في الإجراءات الاحترازية بعد مسبار الأمل اللي نزل إلى المريخ عندنا برضو ناسا احتفلت بنزول لمركبة أخرى هبطت على سطح المريخ ومعناها باللغة العربية المسابرة كان فيه تركب الحقيقة في وكالة ناسا وسعادة زي ما انتوا شايفين كده بهبوط المركبة على سطح المريخ المريخ المركبة دي من ضمن الأمور اللي هي مهمة جدا اللي هتعملها انها تحاول تشوف اذا كان فيه اي حياة بس هنا برضو ممكن الناس تفتكر انه حياة لأشخاص لكن هما بيتكلموا عن حياة لأي كائن حياة عموما حتى بما فيها انواع بكتيريا مختلفة اي نوع من انواع الحياة وبدأت برضو طبعا العالم كله كان ساعدة بهذه الخطوة اللي كان اللي كان بيترتب لها على مدى فترة نحو سبعة اشهر والحقيقة انها قطعت المركبة نصف مليار كيلو متر هلل المهندسون في مركز التحكم في المهمة فرحا بعد تأكد نبأ هبوط المركبة المركبة مزودة بست عجلات وهيبقى فيه على خلال العامين القادمين هيبقى فيه متابعة وهيكون فيه حفر الصخور على سطح الكوكب بحثا عن اثار تدل على وجود حياة في الماضي المركبة هبطت في فوهة عميقة بالقرب من خط استواء المريخ تسمى جيزارو وبيعتقد ان الفوهة دي كانت بتضم بحيرة عملاقة قبل مليارات السنين وحيث ما كان هناك ماء ومركبة وكالة ناسا الحقيقة انه تعتبر انه دي نتاج اعمال كبيرة جدا على مدى سنوات وكان فيه تركب وايضا رئيس بايدن هنأ ناسا على هذا الانجاز بالنسبة للولايات المتحدة ايضا وفقط بالنسبة للخبر التاني اللي عامل برضو يعني مهم جدا الايام دي الولايات المتحدة وفقت على انها تشارك في محادثات تضم ايران وقوة دولية بغية احياء الاتفاق النووي التاريخي ايران كانت تعهدت بالحد من برنامجها النووي موجب اتفاق مبرم في عام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وزير الخارجية الايراني محمد جواد زاريف جد دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات اللي فرضها الرئيس الامريكي ستابق دونالد ترامب بعد انسحاب من اتفاق النووي فبالتالي دي خطوة الخطوة التانية طبعا ان الكريملين والدول الاوروبية الحياة رحبت بانه موافقة الولايات المتحدة الامريكية على المفاوضات او على حضور اجتماع او محادثات وقالوا ان دي برضو نقطة مبشرة بالخير المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قالت ان بلادها ستعمل على احياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الايراني وقالت انها تحدثت مع الرئيس الايراني حسن روحاني قبل بضعة ايام يبقى احنا فيه تركب دلوقتي ايه اللي ممكن يتم في المحادثات دي وهل فعلا سيكون هناك زف لهذا الخبر بانه امريكا عادت مرة اخرى للاتفاق النووي الايراني ده اللي هنتبع ولكن ما موقف اسرائيل نتنياهو قال ان اسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع ايران من الحصول على اسلحة نووية والحقيقة ايران اسرائيل طبعا مش مرحبة بانه يكون في عودة للاتفاق النووي الايراني اما بالنسبة موضوع الحوثيين وعلاقتهم بايران واشنطن طالبت ميليشيا الحوثي بفكر ارتباطها بايران بالنسبة لليومين دول برضو واضح انه نفس السياسة اللي اتبعها الرئيس رئيس ترامب مع الصين هي هي تقريبا اللي بيتبع حاليا بايدن مع الصين بايدن اتهم الصين بانتهاك حقوق الانسان وقالوا ان هم هيدفعوا التمن وبرضو بيحاول يشوف الامور التجارية على اعتبار انه غالبا كده نفس المنهج اللي كان ماشي عليه ترامب بايدن برضو قرر يعني ما فيش اي فند هيروح او اي تمويل لموضوع جدار الحدود مع المكسيك وده طبعا برضو نقد فيه اللي كان بيعمله الرئيس الرئيس ترامب فيه كمان بعض الامور اللي يمكن انقارا اتهمت واشنطن بدعم المسلحين الاقراط وبتحتاج جلد السفير الامريكي وده برضو مشكلة تانية او ازمة تانية في العلاقات الامريكية التركية وده برضو شكلها تمتد شوية بالنسبة للعلاقات الامريكية المصرية كانت بنأكد على حضراتكم الخبر اللي كان انتشر ولنا الحلقة اللي فاتت ان الخارجية الامريكية بتوافق على بيع مصر سواريخ بقيمة 197 مليون دولار والصفقة دي ستدعم سياسة واشنطن الخارجية وامنها القومي بالنسبة برضو يمكن من الامور اللي هي لها علاقة بلابيا الحقيقة انه كان فيه اجتماعات النهاردة حصلت في مصر وفيه محاولة انه يكون فيه انتداد يعني ومصر يقول ييريها دور كبير فيه استقرار ليبيا في الفترة اللي جاية فيه برضو موضوع مهم كان بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية مشروع قانون يفتح باب التجنيس للمهاجرين داخل الولايات المتحدة الامريكية وبرضو ده كان قرار بيلغي به قرار تاني كان قرر الرئيس ترامب من ناحية تانية برضو كان فيه الحقيقة الصراع في تونس ومن الجزائر الزكرة التانية للحراك السياسي في الجزائر وعبد الميجيد تبون قال انه هيكون فيه افراج عن المحتجزين اللي كانوا احتجزوا في الحراك من سنتين زي ما قلتلكم برضو العلاقات المصرية الليبية والرئيس السيسي استقبل عبد الحميد دبيا رئيس الحكومة الليبية الجديدة وهناك دعم كبير جدا للتغييرات اللي حصلة في ليبيا ونتمنى ان يكون فيه استقرار الفجار بيروت وانه تم تنحية القاضي اللي كان بيقوم بالتحقيقات وفيه مطالبات بانه يكون فيه لجنة دولية والحياة الأسر هناك مستائة جدا أسر شهداء اللي راحوا فيه انفجار مرفق بيروت ونتمنى ان يكون فيه حقيقة يصل اللي يتصل إليها هذه التحقيقات ليس كباقي التحقيقات اللي حصلت في أمور في لبنان بشكركم مشاهدينا نلقاكم على خير باسبوع القادم ومرأة الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة